بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصفة الأول والثاني الثانوي العام أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد ووزير التربية والتعليم يعلن أن يوم السبت المقبل 6 ينيو هو موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام أعلن الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ دقائق أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 6 ينيو على الموقع الرسمي للوزارة محذرا من صفحات وروابط تروج لإعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الوقت ذاته أكد الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي استمرت من 29 إبريل الماضي وحتى 20 مايو الجاري وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا نجحنا في إتمام 104 مليون و200 ألف امتحان إلكتروني خلال هذه الفترة لمجموعة مليون و155 ألف من الطلاب في منازلهم مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد أجازة عيد الفطر المبارك وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت عقد امتحان إلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كما قررت سبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصفة الثالثة الابتدائي وحتى الصفة الثالثة الإعدادي بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس بإجمال 15 مليون بحث كل هذا ما ورد في بيان الدكتور طارق شوقي منذ دقائق وبإذن الله سوف نوفيكم بكل الأخبار القادمة دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته